التطوري دوت احنا لسه في السترنج وهنا نتكلم على اثنين method about strings على string format وعلى sub string نبتدي على طول كده في الكود نبتدي نعمل string نسميها name مثلا نعمل string تانية لا سوري نعمل integer ونسميه ايه مثلا ونعمل كده بعد كده نسمي ال name عندنا equal مثلا dynamics ax ونعمل equal 2009 بعد كده نعمل print strfmt نفتح قوس ونكتب مثلا الكلام اللي احنا عايزين نكتبه welcome to طيب احنا عايزين من الاخر كده نprint welcome to dynamics ax 2009 بس احنا عندنا مشكلة ان ال name دوت من type string والa ديت من type integer فاحنا بنعمل string format علشان خطر كل الحاجات او اي variable اللي يجينا نوحده على الفورمات بتاع اللي string فبالتالي انا كتبت هنا welcome to وبعدين عايز اكلم اكتب welcome to dynamics ax فبتدي هحط placeholders placeholders هعمل percentage هانت شارفين percentage one وبعد كده عندي percentage على كده هكتب percentage two علشان خطر احط ال 2009 بعد كده كومة واكتب اول variable اللي بوز ما ننساش كحتة بوز دي عشان ما يختفيش معانا ونبتدي نرن كده نشوف الدنيا مشكلة ازاي او زي ما انتو شايفين welcome to dynamics ax 2009 طيب ديت ال string format تعالوا ندخل بعد كده في ال substring خلينا في نفس الحاجة بس هنغير هنا دي كده تماما ونشيل ال integer خلاص مش عايزين integer كده طيب احنا هنكتب هنا welcome to dynamics ax تماما وبعد كده عايزين نبرنت كلمة dynamics مثلا بس هنقول له print sub string ونفتح ونكتب له نين وبعد كده نبتدي نعد بقى الحروف لحد ما نوصل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ساني عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اللي بتحسب تسعة عشرة حداشر يعني هنبتدي من حداشر وبعد كده كلمة dynamics نفسها طولها ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طول كلمة dynamics تمانية تمان حروف وبعد كده نعمل سمي كولوم ننساش ال pause كده طيب نرن كده نشوف او طب علينا دلوقتي كلمة dynamics بس كده احنا عملنا sub string من string الكبيرة اسمناها عملناها string صغير بس كده خلصة او طهر الداواتشف كو طهر التنين شو الله